انا قاعدة بيجووني بس كل يوم بطرق مشوار بس لا اجي اقعد بسن جارج ما عشر سنين بيجي لهون وبعد ني بيجي لهون هيدا بيت تاني لقلي حبيت كمين ذكرها الكبار انو علمونا نحنا وصغار المحبة والتواف والمعايشة وانو استرقى حلام اشاء الله يطبقوها لنظلنا ان احنا فخورين ببلدنا مثل ما انا فخور انو بنتمي لعائلة السن جارج رواد فندق السن جارج استفادوا من الطقس المشمس من عطلة الاطحى ومن فتح ابواب المسابح امامهم مجانا في تحدي لقرار محافظ بيروت بوقف فرشتاء ترميم المبنى التابعة للفندق واحواد السباحة ممنوع نصلح البنية المتضررة الاولى من جراء انفجار 2005 ممنوع الاغاثة او نقبة التعويض من الدولة اذا عمرنا بحسابنا بيعملونا ورشة موقوفة من عدى كل المديقات اذا حاولنا نجيب رخصة مصادر محافظ بيروت نفت اينية لديه بازالة حجر واحد من السن جارج فالمحافظ وبناء على شكوى من سوليدار ارسل فريقا هندسيا وتحقق من اجراء اعمال في السن جارج من دون ترقيص ولذلك وشه اليه انذارا العمال اللي عملها بتطلب وصل تصريح بس هو ما بده بده يعمل ضج اعلامي وبده يطلع الاعلام وبده يصرخ ويبكي عنده مشاكل مع سوليدار ما يدخل ادارة فيها اذا رحنا نجيب الرخصة هناك المشاكل المهندس طبع البلدية قال لي بدك مهندس وطلبه ما بتدفع شيء وفت صلى شهرين ونص وفت عند نقابة المهندسية فادي خوري مصر على انه محاصر بدغوط وعراقيل تمنع عليه اي ترخيص ما قدم ترخيص لو قدم ترخيص يقلنا شو رأم الترخيص لنقول اذا عرقلوا لي اما عرقلوا لي انها الحرب المستمرة بين سوليدار وسان جورج الذي يرفع في وجهها الاشارة الحمراء بوقف التمدد